إحنا بإمكاننا أن نجمع بين الحسنين. عيب المسلمين بعض عيوباً عيب المسلمين أنهم أغربوا وبالغوا في تقديس المنهج إيش الإسنادي فأي شيء بما أنه مسند وشروط الإسناد إيه متوفرة يلا خلاص نيم عقلك وإقبل أنت وممنوع تشكف يا جماعة الخير في الضريع الحقيقة هيك الغربيون وغير الغربيين ليس لديهم هذا المنهج نحن نتشرف فيه ونفقر به منهج الإسناد لكن أيضاً والحق يعني يقال عندهم منهج نقدي وقدرة نقذية ومحاكمة المرويات ومحاكمة إيش الأثار والأحداث بطريقة تبعث عليه على الإعجاب صحيح إحنا بإمكاننا أن نجمع بين الحسنيين عنا منهج الإسناد لكن ينبغي تعرف مين أول واحد حاول يعمل هيك وفتح الباب هذا بذكاء مين هو مين علماء الحديث نفسهم بصراحة فعلوا هذا ولم يمعنوا فيه خاصة الأهواء للجهائب إذا هذول قلت لك البحور بتخوف هذولا اللي يتكلم عن علل الحديث قال لك تكون في علل في الأسانيد وعلل في المتون ما بتنبه إليها إلا الجهاب ذا هذا شيء حلو لكن غير كافي ولم يعمل إعمالاً إيش كما ينبغي مين اللي أجأ أيه في علل المتون بالذات أراد أن يفتح الباب على مسراحي وأن يؤسس أيه لضوابط منهجية نقدية جديدة في محاكمة المتون وفق سنن وقواعد مضطردة غير شاذة حاكمة على الكافر والمسلم أو حاكمة على المسلم كما الكافر حاكمة على المسلم من عم كما الكافر حاكمة إيه على من بعد ومن قرب ومن مات وغبر قبل ألف السنين ومن إيه ومن هو منتظر ومش المهدي طبعاً واحدة ومن هو إيه آآة المنتظر من هو خلاص ابن خلدون طبعاً الله يفتح عليه وضعته فيها ابن خلدون وليه إيه الدين عبد الرحمن ابن خلدون رحمة الله تعالى توفى سنة 204 الهجرة في أول قرن التاسع رحمة الله عليه ابن خلدون في المقدمة هذا العبقر الكبير الذي ظلم المسلمين وخاصة مع علماء الحديث لم يفهموا قدره الإمام السخاوي في الضوء اللامع لأنه أرخ لأهل قرن التاسع ومن خلدون أدرك التاسع أوله معنهم أهل قرن الثامن وبصراحة راح أرخ له يارد ما أرخ له ظلمه وتكلم فيه بما لا يليق وكلام من لا يعرف خدر الرجل هم عندهم اصطناعة إيش إن اكتلوا البخاري الميت طريق من خمسين طريق من كذا هذا العلم هذا كذا هو رجل غير ما شاء الله مبدع الغرب عرف قدره قبل أن يعرف المسلمون قدره الإمام السخاوي رحمة الله عليه في الضوء اللامع لما ترجم له مش أقول لك غمزه أبدا سبه تقريبا هذا سبه هذي شنقان سبه وشنقه هكذا قال إيش أن أخى زوجته متهم باللغة قلت ما شاء الله وين عيشي نحن أخذ وشته أنا إيش دخلني في أخذ وشته إيش دخلني في الكصاد كل أنا حتى لقدر له ابنه متهم باللغة الله بتلا يعني أي المشكلة يعني طب إذا هيك يا إمامنا يا سخاوي سخاوي كان بروي البقاري من أكثر من مئة طريق أظن ما رجعت كذا ربما مئة وعشرين طريقة أكثر من مئة طريق أعرف هذا جيدا فكر هذو العلم هيك الأسانيد والأسانيد والرجاء هو ابن خلدون جاء بشيء لا السخاوي ولا ابن حجر ولا واحد سبق إليه ولا لحق به إيش عجيب أسس لعلم دراسة التاريخ لعلم الاجتماع لفلسفة التاريخ كيف تفهم السنن يوم يتشدق المسلمون السنن والسنن الكونية والاجتماعية ولا عارفين حاجة وتكلم في موضوع عائشة يسب سبعين جدي لك أو سنن ولا أنت فاين حاجة بدنا عقلية علمية حقيقية تجمع بين الحسنين